أكلم الناس ثلاثة ليال سوية ولا كلمة يستطيع أن يتكلم اتصوروا الواحد منكو يصبح من الصباح مش قادر يتكلم ولا شيء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد أيها الإخوة الأحبة فمرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعني بكم على مائدة كتاب الله تبارك وتعالى في مجلسنا الثامن عشر بعد المائة الرابعة من مجالس التأملات في الآيات في الآيات التي تتحدث عن زكريا ويحيا عليهم السلام من آيات سورة مريم عليها السلام وصلنا إلى الآية السابعة وصلنا إلى الآية السابعة وصلنا إلى الآية السابعة وسنتلوها إلى آخر الآية الحادية عشر أولا ثم نحاول من خلال تأملاتنا وتدبرنا لهذه الآيات التوصل الأهم فيها من عقائد وأحكام بنية صالحة وخالصة لله عز وجل أن يوفقنا للعمل بمقتضى هذه الآيات التي يقول الله عز وجل فيها يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا أن سبحوا بكرة وعشيا تكلمنا أيها الإخوة الأحبة في المجلس السابق عن كيفية دعاء زكريا عليه السلام ربه about how that Zakariya called upon his lord ولماذا دعاه and why he called upon him وبماذا دعاه and with what he called upon him قلنا لمن لم يكن موجودا أن زكريا دعى ربه دعاء خفية مقدما بين يدي دعائه حاله الظاهر والباطن وكذلك حالته النفسية وهذه الحالة النفسية الحالية والمستقبلية and his psychological state the previous one and the coming ودعاه بأن يرزقه الله تبارك وتعالى ولدا صالحا he called upon him that Allah should grant him a righteous child يكون رضية that will be pleasing to Allah ليحمل رسالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم to carry the message of يعقوب بن إسحاق the son of Ibrahim وهي رسالة الإسلام and that is the message of الإسلام لأن يعقوب كان مسلما because يعقوب he was a Muslim كما قال الله عز وجل as Allah عز وجل said أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت or were you witnesses when death came to يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي when he said to his children what do you worship after me قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون they said we worship your God and the God of your fathers إبراهيم إسماعيل إسحاق one God and to him we are مسلمون وأوصاه مصية جازمة and he counseled them he left a will that is a certain one يا بني إن الله اصطفى لكم الدين oh my children surely Allah chose for you the religion فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون so die not except while you are Muslims فهذه الرسالة التي ورثها زكريا عليه السلام so this message that زكريا inherited عليه السلام من آل يعقوب from the family of يعقوب هي رسالة الإسلام this is the message of الإسلام ويريد غلاما يحمل الإسلام كما حمله هو he wants a boy that will carry Islam like he carried Islam ويكون رضية and that boy must be someone who is pleasing to Allah عز وجل Allah is pleased with him لأن الولد الشقي because the child that is a wretched one الغظيب the one who causes you to become angry يتعب والده أكثر مما يريحه he will get his father tired and in difficulty much more than bringing comfort to him فالله تبارك وتعالى في هذه الآيات أخبرنا so Allah تبارك وتعالى in these verses he informed us أنه استجاب لعبده زكريا هذه الدعوات that he responded to his servant زكريا for these du'as that he asked فبشره الله عز وجل بواسطة الملائكة so Allah gave him the good news through the angels بغلام with a boy ذكر that is a male وسماه في السماء and Allah called him in heavens اسما خاصا لم يسبق على الأرض a special name that was never used on earth يعني شهادة ميلاد يحيا كتبت أين meaning the birth certificate of يحيا where was it written ليس في سجل الأحوال المدنية not in the city's registry بل في السماء rather in the sky the heaven يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا oh زكريا we give you the glad tithings of a boy whose name is يحيا واسم مختار من العزيز الغفار a name that is chosen from the oft for giving يحيا يحيا طبعا أظنني في بلاد الغرب يسمونه يوحنة جون هم يقولون جون هنا جون أيوة وفي بعض البلاد يسمونه يوحنة نعم لعله تعريبها هكذا عند النصارى يعربونها لا هو أصلا الاسم يعني يحيا طالما نزل في العربية اسمه يحيا فما انشق عنه بعد ذلك هو الذي ما هم يعربون بشكل في النصارى حتى يختلفوا عن الأسماء الإسلامية طيب يتعمدون الأظنية يعني سيدنا جون هيك صار يحيا عليه السلام سيدنا يحيا عليه السلام نعم فاسمه في السماء كتب his name was written in the heaven in the sky وسماه يحيا لماذا and he called him يحيا why لأنه سيخرج من عظم ميت because it will come from a bone that is a dead bone ليحيا so that it will live ولذلك مما تروى فيه الآثار يحيا means living يعني يحيا يعني هكذا معناه العيش يعني سميته يحيا ليحيا in some of the reports it says I called him يحيا so that he will live يعني سيعيش meaning it will live كما قال لما بشروا سارة بإسحاق like they said when the good news came to Sarah with إسحاق قال وبشرناها بإسحاق ومن ورائي إسحاق يعقوب we gave her the good news of إسحاق and after إسحاق getting يعقوب يعني هذا إسحاق سيعيش ويكون له الولد so this means that إسحاق will live and he will even have a child after لكن يحيا عليه السلام but يحيا عليه السلام سيحيا ولكن لن يكون له الولد he will live but he will not have a child لأنه ستنتهي هذه الرسالة because this message will end في أولاد يعقوب in the children of يعقوب وتختم and it will be sealed لأنه سيتحملها منه وخير منهم that is because it will be carried by those who are better than them وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك هنا قال عن يحيا this is why here he said about يحيا أنه ليس له سمي قبله that he doesn't have anyone having his name before that وأنه حصور and that he is حصور that he is described as حصور الحصور الذي لا يشتهي النساء لا يريد النساء the one who is a حصور means the one who is not interested in women والذي لا يريد النساء the one who doesn't want or is not interested in women لا يكون له الولد he will not have a child يعني هو سيحمل رسالة آل يعقوب إلى فترة محددة he will carry the message of آل يعقوب the family of يعقوب the descendants of يعقوب up until a specific period of time يعني الله عز وجل استجاب لزكريا بعض دعائه meaning that Allah عز وجل responded to زكريا part of his دعاء وبعض الدعاء الذي أراده لم يستجب له فيه and part of the دعاء which he wished and wanted Allah عز وجل did not give him what he wanted فزكريا يريد ولاد وبراءه الولاد وراءه الولاد يحمل مراث إيش مراث آل يعقوب زكريا wants a child a son then after that a son another son so that they will all carry sons and grandsons they will carry the heritage of the descendants of يعقوب فسماه الله عز وجل but that didn't happen فسماه الله تبارك وتعالى يحيى حياة حسية فتتم به المنا so Allah عز وجل called him يحيى like living so that he will live a physical type of a life ويحيى حياة معنوية and he will also live a moral type non-physical moral type of a life وهي حياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين and that is the life of the heart and the soul and that is through the revelation and the religion and this name that was given only to يحيى عليه الصلاة والسلام دون المكانة والمنزلة نعم يا شيخ معنى ذلك يعني يحيى فقط وليس في المنزلة المكانة والمنزلة قبله كثير خير منه فإبراهيم وموسى ونوح خير منه لكن اسمه اسم منفرد but his name is special and unique في وقته in his time وحين جاءته البشرى when the good news came to him وهو أعلم بحاله and he is well aware more knowledgeable of his condition يعني مثل واحد يا أخواني يكون يعلم أنه تزوج مثلا عشر نساء وما استطاع الدخول في النساء العشرة and he wasn't able to consummate his marriage with those ten women وعاش عشرين ثلاثين أربعين سنة and he lived twenty, thirty, forty years وهو لا يستطيع على النساء and he was not able to have intercourse with women ثم تزوج امرأة then he got married to a woman فقالت له أنا حامل and she said I am pregnant هل سيستغرب أم لا يستغرب would it be looking strange to him or not he would find it strange or not فزكريا عليه السلام كان يعرف أنه يعني لا يستطيع أن تحمل المرأة منه he used to know that the woman cannot get pregnant through him يعني تفهم علينا بالإشارة أم لا بد من العبارة you understand from me with pointing out and hinting or I have to express it explicitly تكفي لبيب إشارة مرموزة that the wise person enough for him is a hint that is signaled وسواه يدعى بالنداء العالي other than the wise you have to call him out loud وسواه بالزجر من قبل العصى and other than those two then he has to be taught with the stick ثم العصى في رابع الأحوال then the stick in the fourth case زكريا عليه السلام يعلم من نفسه أنه لن يكون له الولد زكريا knows from himself that he wouldn't have a child لكن يعلم يقينا أن الله عز وجل على كل شيء قدير وما دعى ربه إلا وهو موقن بما عند الله الذي هو خلاف ما عنده ولذلك لما بشروه الملائكة بهذا الغلام مباشرة يعني بطبيعة الإنسان البشري قال رب أن يكون لي غلا ما أنه قبل أن يدعو وبيّن حاله الظاهر والباطن الإنسان والنفسي 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 فلما جاءته البشرة قال أن يكون لغلام وأعاد الشرح بطريقة أخرى وليس موجودا فيي فقط وليس موجودا فيي فقط والنفسي ما أن هذا لم يذكره في الدعاء الأول وقد بلغت من الكبارعيتية وهذا إشارة إلى أنه مافوم يا أبو نظيف ولا مش مافوم هي عاقر و أنا كيف أتكلم هذا الظلم مافوم و زيادة يقوله خلاص فالله سبحانه وتعالى أجابه بماذا قال للملائكة أن يقول له كذلك قال ربك هو علي هيل والدليل على أنه هيل وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيء فأيوهما أسأل إيجاد الشيء من لا شيء أم إيجاد الشيء من الشيء الضعيف أيهما أسأل الثاني أسأل طيب أنا خلقتك من قبل ولم تكو شيء وهذا الصعب في عرف البشر طبعا ليس عند الله عز وجل الصعب فكيف سيكون صعبا أن نخلق منك وأنت شيء وزوجتك الشيء أن نخلق منكم شيئا زكريا عليه السلام لا شك عنده في هذا وإنما يشرح حالا وإلا هو على يقين أن الله عز وجل قادر أن يرزقه الولد otherwise he has certainty that Allah is all able to provide him with a child وإلا لما دعاه أصلا otherwise he wouldn't have called upon him in the first place فلما جاءته البشرى إذا أعطت الى الأشياء المتحدث تدلل ما ما نتدلل عاد بالإنجليزية وين ركب يونس؟ أنقذهم أنقذنا يالله يعني تواضع؟ نا تدلل يعني إش رح لنا تدلل بالعربيين نترجمها بالإنجليزية بدكو واحد لبناني عاد يشتحقه يعني he expanded in terms of asking and you know wanting more هيا هيا الشيخ لبناني أنت لبناني إشراع له مش غوب الدلة لي عمي هيا الشيخ لبناني باله في الشغل دلة مش ضابطة معاه طيب فزكريا عليه السلام يعني فرحة وسرّة بهذه البشرى زكريا عليه السلام he got happy very happy with this good news وعلم أن له مكان عند الله and he knows that he has a status with Allah فيريد المزيد so he wanted more معنى أنا شرحتها كويس يا شيخ قلت توسع في الطلب أيوة توسع نعم شايف أنا على طول خب معك حافظك الله ورعاك يعني ليبي قريب من لبناني فيها نص تقريبا طيب هيا أخونا صخر باسم الخالدي بالإعراقي بيقول يتعزز ويتغلى يتعزز ويتغلى آه that's good يعني we're trying to get this word تدلل when you are being you know your status with the one you're speaking to so now you are making use of your preciousness of your status with the one تنشوف الترك شو بقولوا عنها الترك ما لا بس هو هذا هو هذا طلب مش رخيص عند الله عز وجل عظيم طيب زكريا عليه السلام طلب من الله تبارك وتعالى أن يريه آية كما طلب غيره من قبله كما طلب قبله أبوه إبراهيم عليه السلام حتى يطمئن قلبه فطلب زكريا آية فالله تبارك وتعالى أعطاه آية عجيبة قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية ولا كلمة يستطيع أن يتكلم تصوروا الواحد منكو يصبح من الصباح مش قادر يتكلم ولا شيء فماذا كيف سيكون حاله وزكريا عليه السلام هذا حاله أصبح ولا يستطيع أن يتكلم ولا كلمة وعنده على ذلك ثلاث ليال سوية هو سوية يعني ليس فيه مرض لكن ما يستطيع الكلام قبل أيام قرأت في الصحافة واحد كان يمثل أنه أبكم حتى لا يخدم في الأسكرية وبقي يمثل حتى فقد القدرة على النطق فجوزية يعني من جنس عمله فزكريا عليه السلام أيضا الله عز وجل منعه من الكلام وفي موضع آخر قال ثلاثة أيام إلا رمزة ما يستطيع أن يتحرك أن يتكلم إلا بالإشارة بلغة الإشارة طبعا لغة الإشارة الآن لغة عالمية مفهومة فخرج زكريا عليه السلام على قومه على بني إسرائيل وليستطيع أن يكلمهم فبدأ يشير إليهم أن يسبحوا سبحوا بكرة وعشية حتى يفهم أنه غير قادر على الكلام ولكنهم يفهمون عليه ولما مضت هذه الأيام الثلاث استبشر بهذه الآية خيرا كثيرا وأن الغلام سيأتيه بعد شهور على العادة هذا ما كان من زكريا عليه السلام أما ما كان من يحيى عليه السلام فالله تبارك وتعالى يخبرنا عنه الله تبارك وتعالى قويا في بدنه قويا في دينه strong in his body strong in his religion قويا في فهمه strong in his understanding قويا في تربيته strong in him raising and educating وصار يفهم ما معنى الجد والاجتهاد or strong in his education himself and his raising and he started understanding the meaning of being serious and striving hard ولذلك بادر إلى حفظ الكتاب this is why he rushed to حفظ يعني الحفظ memorizing the book and to understand the book and to practice and act upon the commands and the prohibitions of Allah in the book لأن تمام أخذ الكتاب because taking the book perfectly الحفظ والفهم والعمل it is to memorize it to understand it and to apply it فامتثل أمر الله تبارك وتعالى so he carried out the command of Allah تعالى ونفذ أمره في حفظه وفهمه والعمل به and he carried out Allah's command in memorizing it understanding it and applying it يساعده في ذلك ما حباه الله عز وجل من ذكاء وفطنة what assists him in that is what Allah عز وجل gave him or favored him of cleverness and being alert and sharpness and so on and so forth مما لم يؤته غيره ممن في جيله that which he did not grant the others who were in his generation ولذلك كان هذا في صباه this was then in his childhood كما قال وآتيناه الحكم صبية he said we granted him wisdom while he was a child ومع هذا كله كان أيضا فيه حنان وفيه تقى وزكاء في الأعمال الصالحة likewise he had righteous deeds وبرا بوالديه he was also righteous and beautiful to his parents وهذه خصال يا إخواني حين تجتمع في الإنسان these qualities when they gather together in the human يجتمع فيه كل خير all goodness will be gathered together in him ولم يكن جبارا عصيا and he was not someone who is arrogant and not someone who is disobedient كان يعني متواضعا he was someone who is humble مطيعا and obedient لا يتكبر على الخلق he does not show arrogance to the people ولا يعصي أوامر الله ولا أوامر الناس he does not disobey Allah nor disobey the people وهذا شيء دائم فيه وليس متقطع يعني and this is a quality that is continuous in him it's not like on and off ولذلك نجدها جاءت في صيغة كلها جاءت في صيغة المصدر this is why we find the way it is mentioned here in the Quran in the Arabic language it is signifying continuity فيعني ايش المصدر هو في الانجليزية معناها the word muster in English اسم اسم نون وفيرب اللي هو الفعل والمصدر يعني ما تفيد الناس verbal noun that's what it is noun هذا سألتني هذا السؤال أربع سنين مضت سبحان الله وعلقت فيه وبعدين رحت شفته وطلع verbal noun وإذا أقول لهم verbal noun ماذا يستفيد منه طيب أستفيد فكان عليه so anyways I said أنا قلت أنه السياق يقتضي الاستمرارية في استفاته نعم ولا عدم التقطع فهو هذا المقصود بالمصدر هنا نعم فكان عليه السلام so it signifies the context signifies the continuity in these qualities that they're not coming on and off on and off the way it is mentioned here in the context is that those qualities are always there مصدر is a verbal noun كما وصفه الله تبارك وتعالى as Allah تبارك وتعالى described him أخذ الكتاب بقوة he took the book with might and strength seriously والحكم والفهم صبية الحكم هنا الحكمة الحكمة wisdom والحكم والفهم صبية you know wisdom and understanding while he was a young child مع حنان ورقة دون القسوة والشدة and with love and affection and softness not you know rigidity and harshness والطهارة الظاهرة والباطنة and purity inward and inward زكاة والتقى الظاهر والباطن and piety also outward and inward والبر بالوالدين and dutifulness towards the parents والتواضع والتذلل humility and humbleness مع القوة yet being strong القوي حين يتذلل هذا يسمى طواضعا when the strong person shows humility this is called humbleness والطاعة الفطرية and the natural or the natural inclination towards obedience هناك يا إخواني أناس الطاعة فيه فطرية there are amongst the people obedience to them is like an innate nature something that is naturally there with them natural instinct ومن الناس المعصية فيه فطرية and amongst the people there are those whose whom disobedience is their nature or their instinct واحد تقول له مثلا اذهب إلى اليمين مباشر يتحرك آخر تقول له اذهب إلى اليمين ينظر إليك من أعلى إلى أسفل ويقيسك and it's like as if he's measuring you now ويزنوك and he takes your weight also ويعرض كلامك على كل الدكتشنيرات اللي في الدنيا and he will present your words to all the dictionaries that are found in the world وبعداً بقول لك ليش يعني على اليمين and then he says why to the right لأن هكذا طبوه أصبر that's his nature